موسيقى 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 فرصة رائعة جداً ديتاننا الكاتدراية الأسقفية في اسكندرين ان هم يسمحونا ان نبني افكار مش برا الصندوق دي كسارت كل انواع السنة دي لشان خاطر الشباب بصراحة قدونا كل الفاسيليتيز اللي احنا محتاجينها بشوب مونير وبشوب سامي وقفوا ورا كل الافكار اللي اتقدمت وسهلونا كل احتياجاتنا وده خلينا نقدر ننطلق في وسط المجتمع من غير احتياجات بجد انا اتمنى ان كل كنيسة كل مؤسسة في مصر تستنسخ فكرة اركان وقدي الفكرة نجحت على مدار تسعة سنين من غير مشكلة ولا مشكلة الاف المقالات اتكتبت عننا بطريقة مفيش ولا مقالة كتب بصورة سلبية بايشة فيش مشكلة واحدة حصلت وده دول اللي قد ايه الشعب رائع والدنيا ببسيطة جدا في مصر وده يشجعنا ان احنا ما نركز على السلبيات او على الناس اللي بتفكر بطريقة سلبية لان معظم الناس طيبين جدا ومحتاجين يعيشوا حي افضل كل اللي احنا محتاجينه ان المؤسسات كل واحد عنده عمارة عنده مؤسسة عنده مصنع ده اللي اركان بتحاول تنشره لو قدم ساحة الناس ما يعرفهمش لناس جيل جديد في مجال يفكروا بطريقة مختلفة عنه يسمح لهم بتفكير يحتضن المجموعات يسمحهم وشوف افكارهم ضروري حيطلع من وسطهم افكار اروح بكتير جدا من اللي هو فيها كمؤسسة او تقدر توسع نشاط المؤسسة او تحسن نشاط المؤسسة او تفيد قطع جديد دي فكرة اركان بتمنى ان كل مؤسسة في بلدنا تفتح بوابها اللي ما تعرفوش مش لأهلها بس يعني لو الكنيسة مش تفتح المسلمين بس تفتح الكودة المكتابة ما تحط الشروط وهي تنقي بقى المؤسسة دي الازكية اللي بيعرفوا يفكروا الافكار الجديدة اللي ممكن تفيد وهي تقدر تساعد بيه تساعد بيه ده هيعمل تفرف التنمية بدون تكلفة لا على المؤسسة ولا على الدول ولا على المفاكل بس هيدي مساحة التعاون ده هيدي مساحة لاحتمالات تنمية عليها اتمنى ان اللي حصل في اركان جوه الكاتدرية الاوسكوفية يتكرر في كل مكان في العالم العربي هيشوفه حضارة بديدة خالص اروع بكتير جدا من القلم الاقتصادي اللي احنا عاشين فيه الوعي حيزيد السلام حيزيد الاطراب والكهرباء اللي احنا عاشين فيها هتغتفي هيبقى فيه امل في كل حالة الفقير والغنى هيبقى عنده عمل فقط لو المؤسسات تعاونت مع الناس ما تعرفوش امين ايه هي فكرة اركان؟ ازاي نشوف اركان فكرتها انها تجمع اركان المدينة لصالح الشباب اركان كل همها تكون سبب بركة في حياة الشباب ان الكنيسة تقوم بدورها في تنمية المجتمع وتجمع اركان المدينة بطريقة عملية لصالح الشباب بدايت مع الثورة 25 يناير طلبنا ان احنا نفتح سوريا الكاتدرائية للتعامل مع الجمهور الامن والكاتدرائية والناس كلها كانت موافقة على الفكرة ان احنا نوجد ابواب كباري سلام بيننا بين كل الناس وبعضها وقت الاطراب اللي حصل والكاتدرائية الاسكوفية في المنشية بدرت بالفكرة دي يعني ان احنا نفتح مشاريع لكون سبب صناعة سلام بين ابناء الوضع ايه هو هذا؟ انها تقدم نموذج للدولة للكنيس للمؤسسات ممكن يستنسخت ممكن تم استنساخه في بناء في احتواء المؤسسات للأفكار الجديدة للجيل الجديد ومساعدتهم ان الأفكار دي تتحول لمشاريع سواء لصالحهم او لصالح البلد عموما اركان بتقدم نموذج سهل لكل اصحاب المؤسسات يدرسوه ازاي يحتضنوا الأفكار الجديدة للشباب ويحولوها الى مشاريع لصالح البلد والشباب احنا اصلا فتحنا اركان ما عندناش احنا رؤية خالص غير التواصل ما كانش عندنا العقلية احنا نقود الناس ازاي او نقود المجتمع او الشباب ازاي كل اللي قلنا احنا محتاجين في الفترة دي نفهم الشباب عايزين ايه واحنا نخدم اللي نقدر عليه وتحولت الفكرة لمشاريع بعد كده يعني كل فكرة تقدم بها الشباب وحاسين احنا ممكن نرعاه بتدينا نذكرها ونعملها معاه وتحولت لفكرة وده اللي خلى المشروع ناجح جدا مش افكارنا افكار الشباب ازاي وانت اصل تدخل المعركز في الاول كنا بنعمل علاقات بنختبر الارض الناس هتقبل الازهرة هيقبل الامنة هيقبل المجتمع هيقبل الكنيس هتقبل الشباب هيقبل لكن اكتشفنا ان كل الناس عندها رضا كامل عن الفكرة فكرة التواصل ان الناس كلها محتاجاها علشان يعيشوا حياء افضل ولما بتدينا نقعد مع جروبات الشباب وان فقط نعلمهم ازاي يحولوا افكارهم التطوعية لمشاريع الموضوع التضخم حولنا الفكرة ان احنا الشبابان محتاجين ايه قانونا محتاجين ايه اداريا ايه كورسات اللي تساعدهم يبنوا بيزنس من خلال اعمالهم التطوعية ازاي ده يتحول بصورة عملية لصالحهم وصالح الدولة الموضوع التضخم جدا ايه ده مشاريع مركز اركان الحليل اركان عاملة حوالي في سنة 2019 وصلنا لحوالي من 14 ل 16 مشروع ماشين كوي من انجاحهم فكرة المعارض المستمر احنا عملنا مشروع معارض فن بلا اسور كل ستين يوم بنعمل معرض مفتوح في الشوارع الكاتدرائية لكل مبدع في المدينة من غير شرط ولقي وعملنا مدرسة اسمها مدرسة مورستان لتكنولوجيا القناة الفضائية يعني ازاي نعلم شاب يحترف صناعة الميديا داخل اي قناة او شركة انتاج او سينما عشان كده سميناها حاجة جنان هي كانت مدرسة جنان خالص لان احنا قارننا نفسنا بالمركز الثقافي الروسي بيدرسها الدقيق في المجال ده يعني كانت تكلفة بالنسبة للانسان العادي عالية جدا فاحنا قلنا هنتجنة ونعمل حاجة تقريبا ببلاشة للمجتمع عشان كده سميناها مورستان فكرة تالتة حابب اكلمك عليها فكرة مشروع الغنى لا اول مرة مسيحين مسلمين يعودوا كعيلة يغنوا من غير شرط ولا قيد بطريقة ملاش اي علاقة باي اشكال من الغنى في الشرق الاوسط كله والناس كلها حباها وبتتضخم بشكل رؤى وشدة ناس كتير يجوا يشتركوا حتى اللي صوتهم وحش احنا متخصصين طلبنا فقط اللي صوتهم وحش والنتيجة رابها المشروع الرابع من مشاريع اركان عملنا فكرة النادي الانجليزي اكتشفنا وسط الشبان ان مشكلة الدخل يحاجزين لنمو الدخل اللغة الانجليزية والكمبيتر فبنقصر الحاجز الكمبيتر في مدرسة مورستان وبنقصر الحاجز بتاع الانجليزي في النادي الانجليزي النادي الانجليزي مجموعة شباب كلمة انجليزية كويس وفتحين المجال لعلاقات مفتوحة مش اكاديمية يعني لاي حد نفسه يعرف الكلمة انجليزية بسهولة بطلاق لان معظم المصرين بيعرفوا الكلمة انجليزية بس بيخجالوا يعني فمحتاجين مساحة ياخدوا على اللغة عملي فالنادي الانجليزي يدوروا يعمل تلك مشروع تاني ابتدنا نتبنى فكرة الفويس تون فريق متكامل بيحاول يتحكم في فكرة تحكم في الصوت سواء بقى في رسول متحركة سواء في الناريشن في الفلام التسجيلية ازاي تحكموا في التعبير في الصوت وده مجموعة متشرف قوي في مصر مشروع اللي بعد كده ممكن تتكلموا عن المسارح او فرق المسرح اللي احنا بنتبنى بحثنا في وصل الشباب عن اهتماماتهم لانهم مهتمين جدا بالتمثيل والمسرح فبتدنا نتبنى الفرق اللي نفسها حد يحتويها علشان تقدر تعمل افكارها وبردك بقينا بنعلمهم ازاي يحولوا فكرة المسرح كفريق لمشروع ليهم يعني وسط المدينة ببردك عملنا فكرة فنفالة للشباب فيش مكان العيلة تتجمع فيه تستمتع بيوم مع بعض يروحوا زي فكرة المولة زماني العيلة تتفسح كل واحد يلاقي حاجة تخصه عملنا الفكرة دي وسميناها بالاسباني لوكو او جناني يوم العيلة بتيجي تتفسح طول النهار ويلقوا شباب متطوعين بيعملوا لكل الأسرة وكل يوم ليه طابعة مختلفة ده غير طبعا الأكل الشباب بيحب يقودوا وسط العيلة يأكلوا فبتدنا نعمل فكرة بردك العيلات كل عيلة تعمل طبعا وبيبقى حاجة ضخمة جدا محدش بتكلف حاجة واللي بيمثل بيمثل واللي بيغني بيغني فبيبقى يوم تاني تحفظ للمكتهم وما بيكلفش حد حاجة بردك يهتمينا بالشباب اللي يحبوا يصنعوا أفلام بصورة احترافية من الصفر للنهاية لأن تكلفة التدريب في مجال ده صعبة جدا قصية جدا يعني صعبة على الشباب يكلفهم فلما بتيجي مؤسسة بتوقف وراهم مفيش عبق مادة عليهم وفي نفس الوقت بيركزوا فقط في الأفكار المحترمة اللي قدر نقدموها للمكتهم وده اللي احنا بنتبنى نصنع فرق تقدر تكون شركات في وسط المدينة بصورة راقية لصناعة الأفلام الوسائقية الأفلام اليوتيوب مرامج أفلام سينما بس الشورة تكون شبابية ومش مكلفة ده اللي اهمنا بنفكر في المستقبل ان احنا نعمل سوق ضخم عربي لكل المبدعين انا بشجع الشباب دولتي اللي يعملوا ويب ديفلوبينج ويحلوا كل مشاكل موقع يكون كبير حاجة شبه امازون كده يكون من خلالها كل فنان يبقى ليه محل جوا السوق الضخم ده يبيع فيه منتجاته في الدول العربية والدول الأجنبية هو موضوع ضخم جدا يعني هيحتاج طلبات كثيرة جدا جدا لكن الكاتدرية الأسقفية متشجعة فيه جدا ودونا كل الصريحات ان احنا نبتدي تنفيذه واحنا قررت يبتدينا من التواصل مع الفنانين نعمل كده وبإذن ربنا لو ده حصل هتبقى حاجة طفرة في مجال بيع كل أنواع الفنو محلي ودولي لأي حد يعني ممكن أي حد بيصنع أي حاجة في بيته هندميد جلود خشب اسم تصوير رسوم متحركة كل أنواع ما يصنع ليدك وفيه جمال مسموح لك تحطه في السوق بتاعه إزاي أركان بيديش نجاح المشروعات بتاعتها؟ قياس نجاح المشروعات في أركان بناخد محورين عدد الناس اللي بقت انتريستد انها تنضم للمشروع وعدد الناس اللي اشتغلت بعد انضمانهم في المشروع يعني احنا عملنا مقياس في سنة 2018 لكل الشباب اللي دخلوا المشاريع عدى 30% من الشبان بقوا في وظيفة وأنا بالنسبة لي ده شيء رؤى جيد المقياس انكم تعرف تكلويش انكم تعرفوا تعملوا مشاريع سوا أركان بتحاول تعلم الشباب يعملوا مشاريع مع بعض يعني لا نحمل على الاقتصاد ولا نحمل على أهلنا ولا نعتمد على الحكومة في الدعم ولا تمويل أجنبي الأفكار بينكم وبعض ممكن تبني مستقبل ده نجاح أركان وطبعا بالتعاون مع المؤسسات اللي موجودة في البلد فيه تقاط روعة جدا في البلد لكن مش مستخدامة مع بعض استخدامها مع بعض حيعظم الانتجية لصالح الجيل الجديد ده من قياس النجاح هل عرفنا نجمع الناس مع بعض؟ هل عرفنا نجمع رجال الأعمال مع مؤسسات مع الشباب مع الإعلام علشان يكون النتيجة ان الولاد يشتغلوا سوا ويلاقوا مشروع مع بعض يكملوه هو ده النجاح ايه هو أفضل أركان المساعدة؟ أملنا في الكاتدرية الأسكوفية في اسكندرية ان النموذج اللي حصل في أركان كل الدنيا تستنساهه كل حد عنده مكان أرض، مصنع، كنيسة، مؤسسة، جريدة لو شافوا البركة اللي أركان فيها المجتمع اللي تبنى جوه أركان يتمنى كلهم يغيروا ليعملوا كوبيا مصر تتحول أوروبا في شهر من خمس سنين في حدود خمس سنين اللي بقى أوروبا فقط بالطاقات اللي موجودة دائماً أمين ربنا قادر يعمل كده ليه أركان تسميت أركان؟ أنا سمعت إن في فتاوى كتير في موضوع اسم أركان وليه سميناها أركان؟ إحنا سميناها أركان علشان إحنا عايزين نجمع أركان المدينة لصالح جيل جديد بالنسبة لنا إحنا الكاتدرائية بدرت بالفكرة دي الأسقفية وفتحت أبوابها علشان تعمل علاقات ما بين كل الناس في المجتمع لصالح الشبك عشان جلس منها أركان مفيش مشروع حينجح من غير ما أركان البلد كلها تشتغل مع بعض لصالح الجيل الجديد أمين لو ربنا اداكم في يوم من الأيام إنكم تعملوا فيلم عن أركان أتمنى إن ربنا يديكم حكمة في إظهار المعاناة اللي البشرية عانتها يعني تظهر مشاهد قبل أي فكرة عن المعاناة بين الشعوب في الحروب بسبب اختلافات الأفكار الدينية رغم إن كل الأديان السموية الثلاثة بتحبوا ربنا جدا لكن في ناس استخدموا الدين لصالحهم وقيادات كتير جدا فشلت في إنها توصل محبة الله للناس في حين إن الثلاث أديان بتتكلم عن محبة ورعاية الله للبشر لكل الكائنات لكن عبر الزمن مفيش قيادات وصلت محبة الله للمجتمع وللكائنات الحية للخليقة ومحدش اهتم بالكفار يعني بينا بنختلف مع بعض بالطواف والأديان بنحارب بعض في ناس كتير جدا بعدت خالص عن الله الأولى إن إحنا مش نقتلهم الأولى إن إحنا نرعاهم ونهتم بيوم نعلوا عاسف يوم من النيام يرجعوا الربنا ويتقول أتمنى في يوم النيام لو تعرفوا توصلوا للمجتمع من خلال الأفلام اللي بتعملوها أو اللي ربنا هيديكوا تعملوها السلام يبني عمر ما الرصاصة تبني أو العنف يبني أو الرفض الآخر يبني الاتفاق مع الآخر يبني أتمنى إنكوا تحملوا أفلام إنكوا تعرفوا إزاي تبنوا سوا مجتمع الجديد أفضل للكل تطلعوا أفكار توضح رغم اختلافنا إحنا محتاجين بعض دي فكرة أركان أركان نفسها هي معاناة ياس إنتوا عارفين إن في فترة طويلة جدا إن كنيسة طهضت وناس كتير تقلمت لكن يترى الحل في الحرب يترى الحل في الحق والباطل والمفروض والواجب والأصول وأن الحل في المحبة وخدمة الناس ونسيان الشر ونسيان الماضي والمشاركة في البناء الحل إن إحنا نشارك في البناء مع كل واحد عايز مجتمع أفضل أي فكرة تعملوها في الدائرة دي هي أركان أي فكرة بيجتمع فيها الغرباء مع بعض علشان صالح طرف ثالث ما يقدرش حتى يعبر عن نفسه هي دي أركان أتمنى إن ربنا أديكوا حكمة تعرفوا توصلوا الرسالة دي للأجيال القادم أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر